مثال خير اعزائي المشاهدين في كل مكان النهاردة حلقه جديدة من برنامجكم عكس الطيور كالعاده وزي كل يوم بخلص شوولي وبروح اريكا مشروع عشان اروح وفجأة لقيت واحد بيخبط على الزاز العربية وبيقول السواء خلاص مفيش تحميل وهم جاي اللي ننزول يا جماعة خدوا عربية تاني ولقيت السواء مرة واحدة بيزاعة والتاني عم جاي مطلع منجيبوا سلاح وبيقولوا جاي معاك ولا مش جاي وبعد ما مشينا والسواء ميشي ومنجير ما يحمل بسأل السواء بقوله الفلوس اللي خدها التاني دقيقت بتاعتين وإيه المشكلة اللي حصلت ومين ده رد عليا وقال لي انا عن نفس ما ليش دعوة انا بالتنين تلاتة بالخمسة جيني اللي بياخدهم انا بشتري دماغي قلت له اه اتاوة يعني قال لي تقدر تغنشيها كده تولت لي انتو كلكم ما تقولوش انه لا ومش هندفع وكل السواءين تبع على كلمة واحدة قال لي اصلك دولت مش واحد او اتنين زي ما انت بيتشوفهم دول كتير قوي ووقت ما بيجي وبيحصل مشكلة مش هيدربوا في نحنا هيدربوا في العربية والعربية ديت اللي جايبها قصة واللي هي المصدر الوحيد اللي داخله فما حدش هيجمر ويعمل حركة زي دي الناس كلها بترايح دماغها فسألته طب هو ليه الاولاني ما عملش كده وليه ما رايحش انمه قال لي اهو يمكن كان فاكر ان هو هيقدر عليهم ولا حاجة وهم مش وما عايفش يهم معهم حق ولا بط اصلك دول وقت ما هتوقف قدامهم انت مش هتوقف قدامهم وغير بطولهم لان ما حدش هيساعدكم وما حدش هيا في جامل قدتلهم ما للدرجات دي يعني قلبهم جامد قوي كده قال لي يا جدا طبعا اخواتي دلوقت كلهم يستوقين عارف انا بتكلم عن ايهو المشاكل اللي بيتحط فيها كل يوم وقتريتهم بيرياح ادمغهم وتعودوا على كده زي ما تسوق قال لي تخيل انت كده بعد ما تسحى الصبح وتلمى عربيتك وتتوكل على الله تلاقي واحد بي اسمك فرزك بدون اي وجه حق وهتعمل كده يا اما هتتراسل زي ما قال لي ودي كانت نهاية كسيتنا النهاردة استنوني بعد الفاصل فاصل ورجعيا